من المصر اليوم منشطتها في هذه المواضيع يوم الحساب للمتأمرين على 30 يونيو وزير الداخلية الإخوان جندوا التكفريين لنشر الفوضى ضبط ثماني خلايا نفذت الجرائم الإرهابية الأخيرة ولن نسمح لأي مظاهرة بالتخريب أو قطع الطرق البعض بيقرأ فيه بيان وزير الداخلية والحقائق اللي نشرها مبارح بالتفاصيل وبأسامي أشخاص وبعمليات تم إنجازها أنه دي مقدمة لإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من قبل الدولة هل بتقرأ نفس القراءة ولا شايف شيء آخر الحقيقة هي الإخوان المسلمين جماعة محظورة يعني خلال نحط النقطة فوق الحروف ولم تكن أبدا جماعة مسموح بها منذ سنة 54 أبدا لم تدخل أبدا ضمن الإطار بس في فرق بين محظورة وإرهابية طبعا ممارسة الإخوان للإرهاب كانت على فترات متفوتة من الاربعانات لحد النهاردة الفترة الأخيرة خلاص طورتت الإخوان بشكل واضح في عمليات إرهابية لكن هل في قانون في مصر بيحدد جماعة بالإسم بأنها جماعة إرهابية؟ الحياة يعني فيه شكوك حوالين دوات حتى الآن ما فيش بس فيه مطالبات وضغوط أنه ده يحصل في الفترة القادمة لأنه حيتخذ على أساسه إجراءات زي تجميد أموال مثلا في الخارج تجميد أموال حتى تجميد الأموال دلوقتي متاح بحكم القانون لأنه فيه عندنا حكم محكمة لمن قبل دول تانية آه لكن من دول تانية دي هنا بقى الكلام المهم إحنا نتكلم على تنظيم دولي بيعتبر مصر ساحة لمعركته في الوقت الحالي تنظيم دولي متحالف مع جهزة مخابرات سواء إقليمية زي تركيا وزي قطر أو دولية في وقت من الوقات بشكل واضح كان مع المخابرات الأمريكية التنظيم الدولي علشان نواجه محتاجين جهد دولي محتاجين نقنع العالم كله بأنه هذه الجماعة جماعة إرهابية الحقيقة أنه إدراج الإخوان ضمن المنظمات الإرهابية خطوة مهمة جدا لمخاطبة العالم لمخاطبة العالم